أونر أعلنت عن اثنين من أقوى الجوالات بالسوق تقدم لك أحدث التقنيات وتصاميمها خرافية والميزات اللي فيها ممكن ما تلقاه في المنافسين تعالوا نتعرف على كل واحد بالتفصيل ومارحمن أدهم قبل كل شيء أذكرك تشترك معنا بالقناة ودفع الزر الجرس عساس ما يفوتك أي شيء جديد بعالم التقنية بصراحة أنا كنت محظوظ جداً لأنني من أوائل الناس عالمياً اللي شفت هذه الجهازين الجهازة أونر الجديدة من سيكتها بيدي استخدمتها وبصراحة إني كل ما استخدمتها كل ما شدتني أكثر وكل مرة أشوفها تشدني أكثر وأكثر خلونا نبدأ بالماجيك فايل برو هذا أقوى جوالات أونر وجوالهم الرائد أكثر شيء بيشدك بتصميم الجهاز تدلو شيء هي الكاميرات الكبيرة بالخلف وبالمناسبة هي كبيرة لأنهم معتموا في كثير وأداءها ممتاز طبعاً التصميم يعتمد على التصميم المتماثل وهذا يخليه مريح للعين وبالمناسبة هو أسلوب معماري مشهور يعطيه فخامة بجوال ماجيك فايف برو أونر قدمت شاشة من أفضل الشاشات بالعالم وهذا شيء خرافي جداً كل ما استخدمتها كل يوم ألاحظ بأنها ممتازة جداً وفيه مواقع تصنيف عالمية وضعتها بالمركز الأول تخيل أنه من يوم نزل إلى الآن وهو ما زال بالمركز الأول ما عند حتى تجاوزه اللي معروف عن سامسونج منها متميزة في الشاشات هي بالمركز الرابع هذا لا يعني أنه شاشة سامسونج سيئة ولكنه يعني بأنه أونر تميزت وتفوقت بالشاشة شخصياً ما يهمني كثير من الأول والثاني لكن يهمني بالأنه شاشة هنا خرافية رهيبة ما رح تعاني منها طيب ليش أخذت هذا المركز المتقدم؟ خليني أعلمك طبعاً الشاشة هي حجمة 6.8 إنش الصدوع فيها قد يصل إلى 1800 نتس وهذا عالي وممتاز جداً لما تستخدمها في أوضاع تحتاج للصدوع العالي زي تحت الشمس الشاشة تتمتع بكثير من التقنيات معدل تحديث دايناميكي يبدأ من 1 هيرز إلى 120 هيرز وهذا ممتاز جداً لأنه يخلي أداء الشاشة سلس ورهيب وما يستهلك بطارية كثير بنفس الوقت دقتها عالية جداً تدعم وضع ليلي يقلل من الضوء الأزرق وبالتالي لما تستخدم هذه الشاشة فأناك تقدر تنام بعدها مرتاح وغيرها في تقنية معدل الوميض اللي رفعوا الرقم هذه المرة وصل 2160 هيرز وهذا يخلي شاشة مريحة جداً للعين بالاستخدام الطويل بفضل هذه التقنيتين فإنه في عدد من التجارب من أونر تقول أنه راح تقدر تنام أكثر نص ساعة بالمتوسط هذا معناته أنك راح تزيد نومك ما بين ثلاث ساعة ونص إلى أربع ساعات خلال الأسبوع وهذه الشاشة أخذت جوائز أخرى تضمن لك بأنه الصور تطلع مثل طبيعتها الحقيقية وكذلك شهادة أخرى خاصة بالألوان بأنها دقيقة وبالتأكيد أنها تدعم HDR10 بلس الشاشة هنا ممتازة ومستحيل تعاني منها ومع ذلك ما زال هناك المزيد من التقنيات الرهيبة وودك نكمل؟ بس خلينا ننتقل للكاميرات كاميرات في ماجيك 5 برو خرافية الصور التي تطلع من هذه الكاميرات رهيبة جداً عندك مجموعة من العدسات التي تقدم لك كل الأوضاع التي تتخيلها في جوال رائد لما تستخدم العزل فهاتك النتائج الحلوة والجميلة جداً ولما تقرب من الأشياء فأنك راح تطلع بتفاصيل مثل هذه الصورة الجميلة جداً وانا راح تلقى أبعد من ذلك بحيث أنه حطت مستشعر يستشعر الحركة بالصورة وراح يلتقط الصورة بنفسه بدون ما تضغط زر التصوير وبالتالي راح تطلع بمثل هذه الصورة اللي وهذا الحبل كان مرفوع في الهواء والتقطه لما البسه مسكته وطلعت بهذه الصورة اللطيفة أعطيك واحد أحسن منها كنت قاعدة جرب أرمي سوبر ماريو ونصوره فيديو بنفس الوقت فلما صار في الهواء التقط لهذه الصورة اللطيفة والجميلة جداً شوف النتيجة ايش رايك؟ طبعاً تقدر أنك أنت تنطب الهواء وتطلع بالنتيجة مثل هذه والأفكار كثيرة جداً وما تخلص والجوال راح يساعدك فيها بلا شك إذا بتكلم عن تجربتي بالتصوير الليلي فهي مبهرة طلعت بمجموعة من الصور اللي ممكن لو صورتها بجوال آخر تطلع عادية مثل هذه الصورة ولكن طلعت فخمة لأنه فيها كثير من التفاصيل معظم الصور الليلية النويز أو الإزعاج فيها قليل الصورة نفسها جميلة وحتى لو قربت راح تطلع بتفاصيل أكثر طبعاً ولما نتكلم عن تقريب بلا شك هذا الجوال يدعم تقريب مية ضعف وبالتالي هو ينيافس كل الجوالات الرائدة موجودة في السوق أخيراً بتكلم عن تصوير السيلفي اللي صار شيء مهم ولا يتجزأ من أي جوال وبهذا الجوال تصوير السيلفي ممتاز بلا شك بقيت مواصفات هذه الجوال تعتبر عالية المعالج عندك هنا رائد وممتاز الرام عالي ونمزجها بواجهة Magic UI السريعة والرهيبة واللي نجربها على مدى سنوات ودائماً مستقرة وهذه الأشياء كلها ما بعض يتخلي أداء الجوال ممتاز سواء في الألعاب سواء في الاستخدام اليومي وحتى بعد سنوات من الاستخدام بالطبع أني أنا ما استخدمت الجوال لمدة سنوات هذا شيء أكيد ولكن هذا مبني على تجارب سابقة لنفس واجهة هواوي اللي دائماً مستقرة وما ينخفض أداها بعد سنوات من الاستخدام ولما يجي البطارية بهذا الجوال فعند البطارية ضخمة جداً وفوقها شاحن 66 واط اللي يجي بالصندوق مع الجهاز نفسه وهذه نقطة إيجابية ما يقدمونها كل المنافسين وكذلك يدعم شاحن لاسلكي 50 واط من ناحية البطارية راح تستخدم هذا الجهاز وانت مرتاح فأداءها ممتاز ورهيب والشاحن سريع بس خلينا نتكلم بشكل سريع جداً لنتقل إلى الماجيك في اس هنا الجوال القابل للثاني والمميز من أونر اللي كنت قاعدة أنتظره لفترة طويلة ماجيك في اس جاي ليبدأ من حيث انتهى الآخرون ويتفوق عليهم جاي يركز على التصميم تصميم جميل ومبهر جداً بالمنتصف ما في فراغ مثل المنافسي مثل الفولد وغيره وجود فراغ في المنتصف المنافسي ما هي مشكلة بس ذوق بل مشاكل ممكن يسبب مشاكل هنا شالوا لك هذه الفجوة اللي بالمنتصف غير كذا الشاشة الخارجية أبعادها أفضل من المنافسين كذلك تقدر تستخدمها سواء بيد أو حتى يدين وتقدر تحس بأنه أنت تستخدمها بأنه جوال عادي وهذا يخليها قابلة للاستخدام وأفضل منهم أونر تقول لو أنت تفتح هذا الجوال وتسكره 100 مرة يومياً لمدة 10 سنوات اللي تعادل 400 ألف مرة فأنه المفصل بيكون أداء ممتاز وأمور كويسة بحسب اختباراتها طبعاً لو بنتظرك على تجرب الـ 400 ألف مرة فعلياً مرة حنزل هذا الفيديو إلى بعد سنوات ولكن كشاشة فهي جميلة بهذا الجهاز الشاشة الخارجية قريبة من 7 إنش بينما الداخلية أكبر هي قريبة من 8 إنش كلهم OLED يدعمون تحديث عالي 120 هيرتز للخارجية وتسعين هيرتز للداخلية فيها تقنية الوميض PWM مدعومة هنا بالفعل السطوع جيد ولكنه مختلف في المستوى بين الشاشتين أكثر شيء يشدنا في الجوالات القابلة للثانية تدوي الشو هو الثانية اللي بالمنتصف هل هي موجودة؟ الجواب المختصر هو نعم لكني قد أشوفها أخف شوي من بعض الجوالات المنافسين ما اختفت 100% لو مررت أصبعك عليها راح تحس فيها موجودة لكنها أخاف من المنافسين على فكرة الشاشة تدعم القلم وهذا شيء ممكن يكون مهم ومفيد بشاشة أكبر حجما فيه مجموعة كاميرات بالخلف اللي تقدم لك كل الأوضاع تتخيلها بجوال رائد عشان تستمتع بالتصوير بهذا الجوال أما بخصوص الكاميرا أمامية ففي عندك كاميرتين أمامية وهذا شيء طبيعي ومنطقي جدا لما نتكلم عن مواصفات الجوال بشكل عام فأنت راح تحصل على مواصفات جوال رائد معالج من الفئة الرائدة ورام عالي سعة تخزين عالية بالطبع ويشتغل بأندرويد 13 مع واجهته ماجيك يو آي اللي أعتبرها زي ما قلت لكم سابقة واحدة من أفضل الواجهات أندرويد بالسوق حاليا البطارية ضخمة وهذا أعلى بكثير من بطارية فولد فور المنافس المباشر له اللي بطاريتها مجرد 4400 ميلي أمبير فقط والبطارية الضخمة هنا أهم من الجوالات العادية ليه؟ لأنه عندك شاشتين وعندك شاشة أكبر بالداخل فبالتالي أكيد أنك راح تحتاج بطارية أكبر الشاحن يجي معه 66 واط أيضا وهذه نقطة إيجابية ورهيبة جدا الجوال هذا يعتبر من أكثر الجوالات أناقة بالسوق إذا كنت تبحث عن جوال بشاشة كبيرة ويتقفل ويصير شاشة صغيرة بنفس الوقت هو ملفت وأنيق جدا أي واحد من الجوالين أعجبك أكثر وأي واحد بيكون اختيارك رأيك بالتعليقات أنا أدهم لا تنسى تشترك معنا شوفك بالفيديو القادم إن شاء الله وما السلام شكرا لكم شكرا